محمد من العراق محمد من العراق تفضل أخي محمد من العراق تفضل أخي العزيز ما حكم تعامل بالنقوط الألكترونية بيتكوين طيب إن شاء الله إن شاء الله مع السلامة مع السلامة أخي الحبيب محمد من العراق يسأل سؤالا مهما والحديث عنه كبير ولكنني أقرّم لكم المعنى المال في الإسلام ثلاثة أنواع النقد وهو سيد المال والسلع الأعيان يعني السلع إذا كنا سلع من الإبراء إلى ناطحة السحاب هذه تسمى سلعة أو عين يعبر عنها الفقهاء بالعين ومنفع منافع يعني مثل تستأجر لك سيارة تستأجر طائرة تستأجر دار تسكن وهذه منافع إذن نقد وعين ومنفع النقد هو سيد المال والنقد الأصل كان الأصل فيه الأصل العام المتفق عليه عند البشر هو الذهب والفضة لا تحدثني عن أيام أن كان الناس يتعاملون بتبادل كذا إلى آخره لكن النقد كان موجوداً كان موجوداً نعم قد يأتي زمن ما يسمى بالمعاطاة أعطيك أنا كوباً من الشاي لتعطيني أنت فنجالاً من القهوة هذه المعاطاة لكن لا أنا أتكلم عن الشيء العام وهو أن النقد الذي هو سيد المال هو الذهب والفضة ثم تعارف الناس عرفاً اتفقت عليه الأمم وحمته الدول القوة السلطانية القوة الإدارية القوة قوة السلطان نعم حمته صارت هذه الأوراق النقود الورقية طيب هذا البنكوين أو النقود ما الذي فيها نعم هي الآن بدأت تسري في أوساط الناس وهناك أناس يتعاملون بها لكن المشكلة فيها مشكلتان يجب أن نتنبه لها المشكلة الأولى أنه ليس لديها سلطة تحميها ليس هناك دولة تقول هذا نقدي وأنا مستعد أن أحميه يعني البنك الدولي الكذا إلى آخر لم يعترف بها يعني لإلى الآن ليس وليس هناك المهم أن يكون هناك قوة سلطانية بلد من البلدان له كيان مستقل وله مكان وشعب وأرض ومبدأ وكذا إلى آخره وسلطان قائم على هذا البلد واعتبرها عملة له إلى الآن لا أحد يقر بذلك والأمر الثاني أن التعامل فيها تعامل إكتروني يعني يمكن لو يبطلوها بس ضغطة زر انتهت المشكلة وانتهت كل شيء ضغطة زر انتهى أين نصيبك أين مالك والله موجود كان في الكمبيوتر طار فالمسألة إذن تحفها مجموعة من المخاطر لكن بكي يعني وطبعا لا أكتمكم بعض المجامع الفقهية بدأت تدرسها منهم من قال إنه لا بأس بها منهم من قال ننتظر عليها حتى تأخذ دورها في الاعتراف الدول بها نعم ومنهم من قال لا الأحوط ألا يعمل بها ومنهم من قال لو تعامل الإنسان بها ثم جاء وقال أنا ربحت كذا هل هذا الربح حلال قالوا لا بأس أن تربح لكن كن حذرا كن حذرا نسأل الله التوفيق ولا أريد أن أطيل عليكم